اشتركوا في القناة ويكون عادة ملحق بالمزرعة كنتيج ثانوي الاواز يمكن ان يستمر في انتاجه الى عمر 15 عاما وهو بذلك يختلف عن البط في انه طائر معمر اي ان الويز طائر معمر كثيرا يبدأ انتاج البيض في الاواز تقريبا عند عمر 9 الى 10 شهور والاواز ينتج البيض بكفاءة لمدة 10 سنوات وقد يستمر الى اكتر من 15 عاما ولكن افضل مستويات الانتاج تبدأ من العام الثاني حتى عمر 5 سنوات يبدأ بعدها انتاجية البيض في التناقص تدريجيا حتى عمر 10 سنوات تنتج الاواز في الموسم حوالي 40 الى 50 بيضة وتظل وزن البيضة الى 120 جرام تبدأ عملية الثكاتر في الاواز بالحصول على البيض المخصب من القطيع الذي لا بد من وجود ذكر مع الانات بمعدل ذكر واحد لكل 3 انات ويظل الذكر صالحا لعملية الاخصاب من 2 الى 5 سنوات بعدها يتم الاستبدال بدقور جديدة بخصوص تفريخ البيض لانتاج كتاكيت الاواز ففي حالة التفريخ الطبيعي يمكن للاواز التي لها ميل للرقاد او تعتني ب 15 بيضة وقد تصل نسبة الفقص في هذا البيض الى 70% وفي حالة التفريخ الصناعي تستخدم ماكينة تفريخ تقوم بتوفير الحرارة والتهوية والتقليب والرطوبة للبيض تحضن الكتاكيت او تحضن الكتاكيت خلال 3 او 6 اسابيع الاولى من العمر على فرشة من التبن ونشارة الخشب مع التوفير التدفئة للكتاكيت والاضاءة لمدة 16 ساعة والتغذية على علف بادي يحتوي على 22 بروتين الرعاية خلال فترة النمو بعد فترة الحضانة يمكن للإوزة يرعى ويتغدى على الأعلاف الخضراء وهو طائر نهم يستمر في الرعي طوال النهار الأمر الذي يقلل تكاليف التغذية وفي المساء يبيت الإوز في إحدى الحجرات أو حتى تحتمي ظلة في الرعي على أن تقدم له عالقة مسائية بمعدل 50 جرام لكل طائر يمكن تسمين الإوز بإحدى الطرق الأتية طبقا لعمر الطائر التسمين المبكر للإوز يتم من خلال 8 إلى 10 أسابيع الأولى من العمر حيث يصل وزن الطائر في نهاية فترة التسمين إلى 4 أو 5 كيلوغرامات على أن يغدى الإوز خلال الأربعة أسابيع الأولى من العمر على علف بادي به 22% بروتين باقي فترة التسمين يغدى على علف بادي تسمين به 15% بروتين على أن تقدم العالقة مبسوسة مع توفير الأعلاف الخضراء للإوز يترك الإوز للرعي حتى البلوغ أو قبل الدبح بشهر حيث يبدأ تسمينه على علف المركز يتكون من الضرى والكسب المبسوسة مع ملق البطاطس أو البطاطا حيث يسارك الطائر خلال شهر التسمين حوالي 15 كيلوغرامات علف جاف و 5 كيلوغرامات تمار خضرية مسلوقة ويزيد وزن الطائر حوالي 2.5 كيلوغرام الإوز البالغ يغدى على علف إنتاج بياض به 16% بروتين يصل السهلك الطائر منها إلى 300 كيلوغرام يوميا إلا أنه عند الرغبة في خفض تكاليف التغذية يترك الإوز للرعي طوال النهار على أن يقدم له وجبة مسائية حوالي 80 إلى 100 كيلوغرام هذه العالقة تكون عبارة عن علف إنتاج بياض مع مراعاة عدم تسمين الإوزة خلال فترة إنتاج البيض حتى لا ينخفض إنتاج البيض ينتج الإوز ريش يستخدم في إعمال التنجيد حيث يمكن نتفه 3 مرات في السنة مع تجنب موسم الشتاء وفي كل مرة ينتفه 150 غرام من الريش الغريض الغريض و50 غرام من الريش الناعم كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم نتمنى متتبعين أن نكون قد قدمنا لكم أن إفادة المرجوة شكرا على تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا